أما الكرد فقد أكدوا أن الموازنة لم تلبي طموح إقليم كردستان لأن حصة الإقليم خفضت من 17% إلى 12% وأعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي أن الموازنة تضمنت صرف رواتب موظفي الإقليم الذين دفعوا ضريبة الخلاف بين بغداد وأربيل منذ أربع ثنوات بصراحة هذا لا يمثل طموحنا وليس هو السخف الأعلى لطموحنا لأن حصة إقليم كردستان كانت 17% من حصة الموازنة منذ سنة 2005 وتم تخفيض هذه النسبة بطريقة تعسفية بصراحة ثم أن النسبة المخصصة اليوم هي 12.67% وهي لا تستند إلى أي شيء نستطيع أن نعاول عليه لأن حتى وفق بيانات وزارة التخطيط العراقية فإن نسبة كردستان تصل إلى ما يقارب الأرباطاعش بالمئة ولكن الشيء الذي كنا نركز عليه هو ضمان رواتب الموظفين في إقليم كردستان لأن هذه الشريحة دفعت ضريبة الخلاف السياسي بين حكومة تقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية منذ أكثر من أربع سنوات